اشتركوا في القناة للمروة والمواقف العالية نقف اليوم باحتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم قادة وضباط ومراتب ونحي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته كما نحي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن أرض العرب والمسلمين في فلسطين الحبيبة وجنين والجولان أن رحلة جيشنا الاستثنائية التي بدأت بفوج الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ستة كانون الثاني من عام 1921 وضعت ملامح الدولة وخطت هويتها وصانت مبادئها وقيمها ومهما أثرت الخيارات والصراعات السياسية والحروب العبثية على هذه الرحلة لكن جيش العراق ظل وفياً للوطن والدولة توج جيش العراق توج جيش الوطن مسيرته إلى جانب قواتنا الأمنية بكل صنوفها في تحل تنظيم داعش الارهابي وطرده من أرض العراق المقدسة نعم نهض جيشنا المنتصراً نعم نهض جيشنا منتصراً من كبوة داعش من جرح اسمه داعش خارج جيشنا منتصراً على محاولات كس هيبته ووجوده وطمس هويته الوطنية وقد فعل ذلك مراراً عبر التاريخ الحديث لا تنهض أمة بجيش مطعون أو جريح يتم التآمر عليه وزجه في الأخطاء السياسية كما حدث في عهد الدكتاتورية الصدامية على عاتقنا اليوم واجب تاريخي مبارك بوضع جيشنا في الموقع الذي يستحقه ويعادت الثقة لضباط الجيش ومراتبه بأنكم أيها الأبطال رمزنا وعنوان هيبتنا وسيادتنا العراق بكم سينهض العراق بكم سينهض كدولة تمثل ضرورة للحضار الإنسانية وضرورة للتوازنات الدولية وأنكم رسالة الأمل والأمان والأمان لشعبنا في كل مساحة البطن أيها الأحبة شعبنا العظيم جيشنا البطل لقد واجهنا منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة تحديات كبيرة ومعقدة لم تمر في تاريخ عراق المعاصر يتقدمها تحدي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي نجمت عن انهيار سعر النفط وكذلك لا تداعيات الأزمة الاجتماعية الحادة التي مثلتها تظاهرات تشرين كان من موصف حقا أن يتحول عراق وهو سليل الحضارة وبوابة التاريخ إلى ساحة لتصفية وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه وكان علينا واجب حماية بلدنا من تداعيات هذا الصراع الخطير ولذلك عملنا منذ اليوم الأول على مسارات واضحة في عدد التوازن لملف علاقاتنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية وكذلك اطلاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف انسحاب قواتها وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي خلال زيارتنا الأخيرة إلى واشنطن وكثمر لهذا الحوار الاستراتيجي المتواصل تم سحب دفعات من القوات الأمريكية ضمن توقيتات في النية خلال أشهر الماضية وسوف يكتمل هذا في الأيام المقبل انسحاب أكثر من نصف تلك القوات من العراق ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتهيل والتسليح والدعم الفني ويجري جدولة إعادة انتشارهم خارج عراق بالكامل ضن اتفاقيات أو اتفاق بين البلدين إنها تطور قد تأسس على ضوء جهوزية قواتنا المسلحة البطلة والقوة الأمنية بمختلف صنوفها لحماية أرض العراق وصوم كرامة شعبه نجدد اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي بأننا لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية وأن قرارنا أننا ننطلق من مشؤوليتنا الوطنية وأن نصوم سيادة العراق وأن نصوم سيادة عراق وأمنه وسلامة دولته وقرار عراقي بامتياز تفرضه ضرورات العراق ومصالحه أولاً وأخيراً العراق لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم العراق حر ولن يسمح أن تستخدم أراضي لتصفية حسابات بين الدول نقول جيش عراق على أهبة الاستعداد للقيام بواجبه لوضع كل هذه استحقاقات حيز تطبيق واجهنا الحملات واجهنا حملات الطعن والتشكيك ومحاولات إرادتنا باستعادة هيبة الدولة بصبر الشجعان لا ضوضاء المزايدين والانتهازيين لن ننتبه إلى من يحاول إرهابنا بالصوت العالي قرار العراق لن يكون بيد المغامرين اكتفينا بتاريخ من المجانين الذين قادونا إلى الحروب العبثية والدم وكسر هيبة الدولة نعم علينا واجب إيصال العراق وشعب العراق إلى بر الأمان وسوف نعمل مهما ظن الواهمون إن بإمكان الصراخ ترهيب من تجذر حب الوطن في قلوبهم نقف اليوم نقف في يوم جيشنا الباصل لنعلن أن عام عشرين وواد وعشرين سيكون عام الإنجاز العراقي على كل المستويات وأن مرحلة استنزاف ثروات العراق وإمكانياته قد انتهت إلى غير الرجعة بإرادة العراقيين وأبطال تشرين سيادة عراق على كل شر من أرضه لن تكون مجرد شعار للتداول السياسي وإنما فعل ملموس نقف اليوم في عي جيشنا البطل وإمام شعبنا العظيم لنقول تضحياتكم الكبيرة تؤسس لمستقبل يليق بالعراق والعراقيين وأن صمودكم المذهل أمام المحن درس جديد يضاف إلى دروس التي رفدتم بها الإنساني عبر التاريخ في الآونة الأخيرة شهدنا تصريحات متشنجة من كل الأطراف أهيب بالجميع الالتزام بالمصدحة الوطنية واحتماد لغة الحوار وبثروح الأمل لدى شعبنا العراقي العظيم العراقيون يستحقون التضحية والصبر والحكمة عاش العراق عاش العراق جوهرة الأمم وميزان الحكمة وناصية المعاني الكبيرة أرض الأنبياء والأم الأطهار والمرجعية الرشيدة والرموز الوطنية العالية والقامات الثقافية والعلمية الشاهقة عاش العراق نعم عاش العراق لكل العراقيين ملاذا آمنا مزدهرا عاش جيش العراق جيش الرجال والنساء الأوفياء لما عاهد الله والشعب عليه عاش شعب العراق العظيم عزيزا أبيا وتاجا عرى الرأس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة